أنا أرمل وعندي ولدين وبنت ما القدر من الأموال يحق لي أن أوصي بيك صدق جارية عني بعد وفاتي أقول بالله التوفيق الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يتصدق من ماله قبل موته قال الثلث والثلث كثير قال الثلث والثلث كثير فاستحب عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن يكون التصدق بأقل من الثلث بأقل من ثلث التركة لأن الأصل لأن يذر الإنسان ورسته أغنياء أفضل من أن يصارهم عالة يتكففون الناس كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم فعندئذ يكون الأمر أقل من ثلث التركة إذا كان يريد أن يتصدق في حال أوصية أو مشابهة فتكون في هذا الأمر أما إذا كان الإنسان على قيد الحياة وأراد أن يفعل نفسه صدقة جارية وهو عايش وليس وصية لما بعد الموت فيحل له أن يفعل ما يشاء لأن الإنفاق في القربات ليس فيه إصراف ولكن يستحب أو يفرق بين صورتين الصورة الأولى إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتي بمال آخر فليتصدق بما شاء وليفعل ما شاء من أعمال البر يرجو ذخرها عند الله لأنه يستطيع أنه يعمل ويأتي بأموال أخرى إلى غير ذلك في بقية حياة وإذا كان لا يتصور له وجود ذلك فليوازن ويذر ورسته في غير احتياج ويقيس على مسألة السلس والله تعالى أعلم هذا خلص ما يتعلق بهذا الأمر